السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومتتبعي قناة الكهرباء إلكتريك في نفس السياق ومازلنا مع حلقات الكونتاكتور تلاتي الطور في سلسلة الكهرباء الصناعية سنتعرف في هذه الحلقة على أهم البيانات والمعطيات التي تتواجد على لوحة بيانات الكونتاكتورات بصفة عامة كالعادة من التحق بنا مؤخرا دائما ما تكون هناك حلقات مرتبطة بالشرح توجد في وصف الفيديو فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح سأضع مثال للوحة بيانات الكونتاكتور من أجل الشرح وسأعطيكم بعض الأمثلة لكل حالة نصلها حتى تكون جميع المعطيات واضحة وسأركز على أهم البيانات التي يجب علينا الانتباه لها عند تعاملنا مع الكونتاكتورات التي تتطور بصفة عامة كما تلاحظون هذه لوحة بيانات أحد الكونتاكتورات هنا من الأعلى في الغالب يتم وضع نوع الطراز أو الموديل حسب الشركة المصنعة بالنسبة لهذه الرموز فهي مطابقة هذا المنتج للمعايير الدولية أو المعايير الخاصة بولدان محددة ويتم تحديد أيضا أرقام المرجعية حسب كل معايير ننتقل إلى السطر الموالي والآن سندخل في المهم لدينا على اليسار عبارة ETH 40 أمبير ولا يعبارة ETH دائما تعني أن التيار الإسمي أو أقصى قيمة شدة التيار ممكن أن تعمل به متلامسات دائرة القوة أو دائرة التشغيل في هذا الكونتاكتور هي 40 أمبير كأكبر قيمة بالنسبة للعبارة هنا إي إي تساوي 660 فورت وتعني أن الجود الإسمي الذي يمكن أن تعمل به متلامسات دائرة التشغيل في درافين أمينة يجب أن لا يتجاوز 660 فورت بين الفاز والفاز يعني 660 فورت جود ثلاث الطور ننتقل إلى السطر الرابع ودائما من اليسار تلاحظون توجد علامة ثلاث الطور وتعني طبعا أن هذا الكونتاكتور ثلاث الطور لكن في الأسفل نجد عبارة AC 3 وأحيانا قد تجدون عبارة DC 3 المهم الرمز AC يعني أن هذا الكونتاكتور يعمل بالتيار المتردد والرمز DC يعني أن هذا الكونتاكتور يعمل بالتيار المستمير بالنسبة للأرقام المصاحبة للرمز AC أو DC فهي تشير إلى نوع الأحمال التي يلائمها هذا الكونتاكتور سنبدأ مع الطيار المتردد AC ونبدأ من الأول من الرمز AC واحد الرمز AC واحد يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل الأحمال المقاومة أو المقاومة مثل الإضاءة أو الأجهزة المنزلية العادية الرمز AC 2 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل الأحمال ذات القدرة المتوسطة مثل المحركات الصغيرة الرمز AC 3 وهو ما يطابق هذا الكونتاكتور يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل المحركات الكهربائية مثل ضغطات الهواء ومضخات المياه الرمز AC 4 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل المحركات الكهربائية التي تتميز بقدرة قطع عالية مثل المحركات الكبيرة ونظم النقل التقيلة الرمز AC 5 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل المحركات الكهربائية بتيار متردد طبعا وقدرة قطع عالية في ظروف تشغيل صعبة الرمز AC 6 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال ذات الطيار العالي مثل اللحام الكهربائي الرمز AC 7 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال التي تسبب طيارات بدء عالية مثل المحركات الحدية الرمز AC 8 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل الأحمال التي تتطلب قدرة قطع عالية وزمن استجابة سريع مثل المفاتيح الكهرو مغناطيسية الرمز السي تسعة الأحمال يعني أن هذا الكونتاكتور يرائم الأحمال ذات معامل قدرة منخفض جدا مثل المحركات الحاتية الكبيرة جدا الرمز السي عشر يعني أن هذا الكونتاكتور هو لتشغيل أحمال ذات تيار بدأ تشغيل عالي مثل المدخات والضواغات والرمز السي 11 أن هذا الكونتاكتور تشغيل أحمال مركبة مع مكتفات لتحسين معامل القدرة والرمز السي 12 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال ذات معدل تشغيل متكرر يعني يكون المحركات التي يكون فيها التوقف كثيرا مثل المصاعد والرفعات الكونتاكتور الذي تجدون في السي 13 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال متقطعة ذات عزم دوران عالي يعني المحركات التي تتوقف لديها توقف متكرر وفي نفس الوقت لديها عزم دوران عالي مثل المحركات الكهربائية ذات أغراض صناعية التي تحرك السلسلات الصناعية الرمز السي 14 يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال ذات قدرة استيعابية عالية مثل المحولات الكبيرة وفي غسابهم الموليدات الآن ننتقل إلى الراق ويعني أن الكونتاكتور يعمل بالتيار مستمر فإي كالتالي والراق يعني أن هذا الكونتاكتور يعني أن هذا الكونتاكتور للتشغيل أحمال المقاومة مثل مصابيه بالتيار المستمر يع الرمز يتنان يتناني يعني أن هذا الكونتاكتور لتشغيل أحمال حتية بالتيار المستمر مل working التحكم. الرمز الديسي ثلاثة يعني ان هذا لتشغيل محركات كهربائية بالتيار المستمر مثل محركات السيارات الكهربائية. الرمز الديسي اربعة لتشغيل احمال تيار المستمر ذات سعة الاستيعابية العالية. الرمز الديسي خمسة لتشغيل محركات الكهربائية بتيار المستمر وقدرة قطع عالية في ظروف تشغيل صعبة. الرمز الديسي ستة لتشغيل اعمال ذات تيار عالي مثل معدات اللحم الكهربائي. الرمز سبعة لتشغيل احمال ذات التجوج العالي في التيار. والجود مثل محركات التيار المستمرة ذات السرعات العالية. الرمز تمانية لتشغيل في الظروف البيئية قاسية مثل درجة الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية. الرمز تسعة لتشغيل في التطبيقات الخطرة والقابل للانفجار مثل المناجم والمصافي النفط. الرمز ديسي عشر تشغيل في التطبيقات ذات المتطلبات الامنية والحماية العالية مثل انظمة الطاقة النووية. الرمز ديسي احدى عشر لتستخدام في التطبيقات صناعية التقيلة والبيئات القاسية جدا. الرمز ديسي اثنى عشر لاستخدام في التطبيقات السكق الحديدية والنقل البحري. الرمز ديسي تلات عشر لاستخدام في تطبيقات الطاقة المتجددة مثل الخلايا الشمسية والبطاريات. وأخيرا الرمز DC14 لاستخدام في تطبيقات الحماية والسلامة مثل أنظمة الإنظار والتحكم بالنسبة لهنا فهذا الرموز تعني القدرة بالكيلو واط حسب الجود المستخدم مثلا جود 220 فولت 5.5 كيلو واط انتبهوا الجود هنا بين الفاز والفاز طبعا وليس بين الفاز والنيترال يعني أن الجود هنا يجب أن يكون ثلاث الطور لاحظة إذا كان الجود بين الفاز والفاز هو 660 فولت يستطيع هذا الكنتاكتور العمل بقدرة 15 كيلو واط كقدرة قصوية له قد تجدون أحيانا نفس الطريقة يعني نفس العبارة لكن بدلا من وضع القدرة بالكيلو واط ستجدون القدرة بالحصان أيضا قد تجدون الرمز AUX CONT وتعني AUXILIAR CONTACTOR وهذه إشارة إلى المتلامسات أو النقاط المساعدة والإضافية مثلا هنا تجدون 600 فولت AC MAX 25 أمبير يعني أن النقاط المساعدة هنا تعمل بجهد 600 فولت كحد أقصى و 25 أمبير أيضا كحد أقصى يعني يجب الانتباه هنا لأن النقاط أو المتلامسات المساعدة أو الإضافية في الغالب لا تكون لها نفس القدرة أو نفس قوة دائرة تشغيل أو دائرة القوة في الكنتاكتورات يعني في الغالب تكون هناك اختلاف أحيانا يتم وضع رمز مثل E EMP 6 كيلو فولت أو 6 ألاف فولت ويعني ذلك جود الصدمة المقنن وهو صمود هذا الجهاز أو هذا الكنتاكتور للفولتيات العالية والتي تأتي عادة نتيجة قفل أو فتح أو حدود القصر الكهربائي أو حتى القوس الكهربائي الذي يتسبب في تلف المتلامسات وعادة ما تكون هذه القيمة أكثر من 15 أضعاف الجود المقنن وتقاس بالميلي تانية يعني أن هذا الكنتاكتور يعمل ويسمد إلى غاية 6 كيلو فولت أو 6 ألاف فولت كلما يعني هذه القيمة كلما كانت كبيرة فكان ذلك أفضل في النهاية لا يتم إشارة إطلاقا إلى جهد البوبينة أو الكويل أو الوشيعة لأنه عبارة عن جزء منفصل ويتم استبداله بسهولة في حالة تلفية يعني يمكن أن نستبدل الوشيعة 120 فولت بوشيعة أخرى 380 فولت يعني ذلك جهد الوشيعة أو البوبينة دائما ما يتواجد على الجهة التي تتواجد فيها الوشيعة أو البوبينة كانت هذه أهم البيانات التي تتواجد على الكنتاكتور إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة